مرحبا فيكم حبايبي برج السرطان. شوف كيف طاقتك عام لهاي الفترة. اه فيه طاقة سامة في حياتك او انك انت عم بتمارس ادمان اما عشخص اما على موضوع معين طول الوقت عم بتفكر فيه اه عايش يمكن بصراعات اه كنت عم بتحاول الانتصار عليها عم بتحاول الوصول للحقيقة اه فشايفك يعني عم توصل لهذا التوازن اه شايفة في مش موت في نهاية لاشخاص اه كانوا عم بعادوك او انهم رح يبتعدوا عنك فشايفة انه انت فوق وهم تحت. كمان هادا الكرت ممكن يكون استشفاء منطقات سلبية عم بتحاول انك تستشفي اه بنوع من الانواع. خلينا نشوف بشكل عام بعدين شوي يعني نلقي نظرة على العاطفة. بالنسبة لبرج السرطان. بشكل عام برج السرطان عم بتحاول انك تسافر يمكن عم بتحاول انك اه تطلع من مأزق معين عن طريق السفر خلص البعد اه تماما. اه عم بشوفك شويين ادايق اه بشغلك اه بموضوع المال. ولكن عم بشوف تحسنات في هذا الموضوع. اه في مشروع فيه شي انت بتحاول انك تحييه بتحاول انك تحييه طول الوقت اه يعني مصر عليه. شايفيتو عم ينشي على خير ولكن هذا الموضوع بيحتاج كتير جهد منك. وانت بفعلا ضيعت كتير جهد على هذا الموضوع. اه عم بتنازع ناس او عم بيكون في اه شوية مشاكل بينك وبين ناس معينين. اه ممكن يكونوا في العمل. ممكن يكونوا في العمل هدول الاشخاص. عم بتكون على صراع دائم معاهم. فشايفي فيه ترابط بين هذا الكرت وهذا الكرت يعني هما اجوا فوق بعض. فشايفي انهم هما رح يعني كيف يقعوا بنفس الحفرة اللي حفروا لك اياها او انه هما رح ياخدوا اذا مش قريدي صار يعني. اه او انه رح ياخدوا جزاؤهم. فكيه كارمة كبيرة من هاي الناحية. اذا انظلمت انت رح تاخد حقك في هاي الفترة. اذا مش قريدي اخدتوا. لان واضح جدا بالكروت. اه هاد الكرت اه بشوفه اكتر لا احياء جوانب حتى لو مش مشروع اه جوانب في شخصيتك انت كنت مهملها او كنت اه عم تطلع على الامور بسطحية. شايفيتك عم تتواصل مع روحك الداخلية عم تحيي اه الامور اللي ما عاتت جواتك اه مثل الفراح السعادة. الك فترة ما انبسطت. فعم بشوفك بتحاول انه تتغير بتحاول انك تغير داخلك كمان مش بس اه الخارج. اه ولكن كمان من الخارج انت عم تهتم كتير بهاي الفترة. يمكن اه عم اه للنساء عم يفكروا بعملية تجميل اه او انه يعني نقصوا وزنهم. يعني ايشي له علاقة بالهيئة بالشكل. او انه يشتروا كتير هاي الفترة. اه اواعي ملابس. اه فعم بتكون كتير عم تصرف على هاي الامور. يعني عم تهتم من الداخل ومن خارج عم بشوف كي توازن في الموضوع. الصراعات اللي كانت موجودة في داخلك عم بترسى على بر عم بتوضح الامور وقدامك عم ينتهي هذا الصراع. اه في البعض من برج السرطان عم بشتغل يعني بجهد كبير كبير خوفا اه من الناس اللي قلنا يمكن عليهم انه يأسروا عليه في لانهم هم بأسروا فعلا بشكله خطر على مستقبله على كزا. اه فهو عم يشتغل ما عم يخلي غلطة يعني عليه. عم يشتغل بتركيز. اه ما عم يخلي حدا يعني يتشمت فيه. عم بشوفه بيبدل جهد كتير هاي الفترة. يمكن خايف برج السرطان من انه يترك وظيفته او انه يعني يتروح من وظيفته خلينا نقول. اه ولكن لا انا شايفيتك قاعد يعني ومستقر بالعكس في تطور بالا بالمستقبل. اه شايفة كمان انه في وفرة مالية في نهاية هاي الفترة. اه او انك مقدم على شي مقدم على قرض مقدم على او بتستنى في ارث معين. المهم في قضية يعني اه فيها مال. ازا كانت في المحكمة فهي لصالحك. او بشوفها اكتر انها مش محكمة بشوفها اكتر اه عن طريق التراضي يعني. انه ما بتوصل للمحاكم. وازا كانت وصلت للمحكمة بموضوع معين فالنجاح لايلك ولكن شايفة فيه شوية صبر. عم بتحاول تكون صبور فكون صبور هاي الفترة. برج السرطان من بعد ما كنت منعزل من بعد ما كنت اه تحاول تكون لحالك اه في اغلب الامور وكأنك فقدت الثقة في كل اللي حواليك بالفترة الماضية اه حاسيتك لا يعني عم بتكون اه اكتر اجتماعية بالفترة الجاي اكتر 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 انفتاح على العالم. يمكن عم حتى تتواصل مع ناس عبر الانترنت اه بهدف العمل او ممكن علاقة حب بتكون ما بعرف بس عم تتواصل بطريقة كبيرة اه من للخارج. او حتى سفر. رح تسافر اه ممكن للبعض منكم اللي بستنى سفر رح تسافر هذا الشهر. رح يكون سفر ولكن سفر اه غير المتوقع يعني رح بتكون اول شي متخوف منه من هذا الصف. اه بتكون بدك اياه اوك اوكي لكن بتكون متخوف كتير عندك تخوفات كتير ناحية السفر. بس مبين انه البلد الجديد او المكان الجديد اللي انت رايح عليه. آآ مكان رائع احسن المكان اللي انت فيه حاليا. هون بشوف شخص من طاقة نارية او مائية حتى ممكن تكون ترابية. عم بيحاول يتقرب منك. البعض منكم في العمل. آآ هذا الشخص يعني له فترة عينوا عليكم. له فترة عم بيحاول يراقب السلوك تبعكم. عم بيحاول يدرسكم لانه في عنده علاقة جدية مش اللي هو بده يلعب. فرح يدخل حياتكم هاي الفترة فان شاء الله يعني يكون على خير هذا الموضوع. وشايفيته انه بمشي للجدية يعني في فيه استمرارية بالموضوع. آآ شايفيتك انك آآ طبعا الناس اللي بيستنوا حمل او كزا في احتمال انه يصير في حمل هاي الفترة لكن ينتبهوا من الاجهاض يعني ما يبعدوا عن هذا الموضوع. موضوع الاجهاض او هاي المواضيع. خلي الامور طبيعية. آآ شايفة للناس اللي خلينا نقول اتعدوا حد آآ يعني سن معين او تأخروا بالزواج. انا ما رضي سميه تأخير بالزواج. ولكن فيه الناس بيفكروا انه آآ هم اتأخروا في الزواج او عندهم افكار سلبية من هادا النوع. بشوف هدول الاشخاص رح يتقدم لهم هاي الفترة شخص مناسب. رح يلتقوا بشخص آآ على علاقة جدية. في يعني ما نضيع آآ فرص. حتى لو كان في شخص قديم في حياتنا. يعني نفكر بعائلنا اكتر خلينا نقول. خلينا نشوف من ناحية عاطفية هيك بشكل عام. برج السرطان شو في عنده? برج السرطان فيه كارما رح تتحقق. فيه استشفاء. هم بتحاول تنسى الشريك او الشريك عم بيحاول ينساك. لكن فيه سعادة يعني آآ بنهاية العلاقة. النهاية رح تكون آآ سعيدة جدا. العلاقة عم بشوفها بالفترة الجاي عم بيكون فيها توازن اكتر. عم تكون على اسص صحيحة. آآ عم يؤدي للارتباط. انا شايف هاي علاقة جدية. مش علاقة يعني. قبل شوي بيّنوا العزاب عندنا. وهلأ اوه. اوكي. وهلأ عم بيبيّن. وبيّنوا برضو متأخرين شوي في الزواج. وهلأ عم بيبيّن عندي نوع من الفراء يعني في ناس مفترئين. فشكله كل برج السرطان رح يفرح ان شاء الله هاي في فترة. اذا خلينا نشوف. زي ما قلت لك في آآ يعني في استشفاء او عم تحاول انك آآ تنسى آآ الشريك. لكن بالنتيجة طبعا القراءة حبايبي ممكن تكون عكسية. لانه قراءة عامة وعاطفية. آآ شايفيتك. يعني شوفهم طلع عندك تسعة وتسعة. يعني قربت كتير من نهاية الموضوع. قربت كتير من النهاية السعيدة. آآ شايف هاي العلاقة زي ما قلت لكم بتودع الارتباط لانه في عنا اربعة هون اللي هما اربع يعني يعني دعائم. وكأنه شيء يعني انا بفسر لكم الكرت عشان ما تستغربوا. آآ لانه بعضكم يعني طلبني انه مثلا ليش ما نغير الكروت اللي بنفتح عليهم. انا كنت آآ استعمل كروت معينة عشان انتو تفهموهم وتكونوا يعني معاي بالقراءة او آآ بس آآ بس ازا بتكم كل مرة بنفتح بكروت آآ شكل ما فيه مشكلة. اذا هذا الكرت انا بشوفه في دعائم اربعة اي شي بتحطه على اربع دعائم بتكون آآ يعني على ارض ثابتة. يعني موضوع جدي انا بشوفه ومش موضوع اللي هو عابر او كزا بينك وبين الشريك. انتو ناس مفترقين اكتر. آآ شايفي في اخبار كمان عم بتريح لك بالك عم آآ بيكون آآ يعني امور امور انت مفكرها كانت آآ شر او كزا آآ امور مشاكل انت وقعت فيها انت والشريك آآ لكن آآ لا فيه تطمينات بعدين في يعني رح تنتهي هاي الامور كل اياتها رح تختفي. رح يصير فيه فرصة للقاء بيناتكم رح تلتقوا. او تتواصلوا ممكن على الانترنت على التليفون ما بعرف. المهم آآ فيه كار ما عندك رح تتحقق. وجاي تحتيها اللي هم يعني شايفي هدول الكرتين اكتر على المال. في ناس آآ يمكن آآ راح من ايده مبلغ من المال رح ربنا يعوضه. وكمان بالحياة العاطفية يعني آآ عم بشوف انه عم بيحصل على حقه من هاي العلاقة العاطفية. خاصة ازا كان مظلوم ازا كان يعني مش منه الغلط فعم بيرجع له حقه كامل. عم بشوف آآ فيه انتصار على اهلاقة ثلاثية ممكن تكون او على الشريك نفسه. شايفي اللي بلش بالغلط او اللي عمل الغلط عم ياخد جزاؤه. هاي قراءة عكسية ممكن تكون اليك او للشريك. هون شايفي كل ما بتحاول تتشافه وانك آآ تنسى الطرف الثاني بالعكس. عم تتدخل بتزداد آآ حب لالو عم تزداد آآ تزداد نار الحب آآ كل ما بعته بالعكس عم بتحبه بعض اكتر. آآ شايفي هون كمان. في عندك نهاية لموضوع بداية لموضوع جديد. على صعيد العاطف للمنفصلين انا بشوف هذا الكرت انه نهاية لآآ مشاكل نهاية لطرف ثالث نهاية لعوائق. آآ آآ انتقال موضوع تاني على العكس تماما طاقته معاكسة للوضع الاولاني. فعم بشوف من آآ من السلبية رح تروح للإيجابية العلاقة. كمان بالعلاقة الثالثة آآ رح يكون في اللي هو الطرف الثالث هو الخسران بالموضوع. رح يكون فيه انتصار على الطرف الثالث. الطرف الثالث آآ رح. ما بعرف بسميها فضيحة او آآ شي مشكلة كبيرة رح تصير بين الشريك وبين الطرف الثالث ازا كان فيه طرف ثالث آآ رح يعرف الشريك انه انت اللي على حق وهدول الاطراف او الطرف الثالث آآ هو اللي كان عم آآ يعني بيحاول يغميله على عيونه. آآ آآ شوفت له لك تسعة وتسعة يعني قلت لك قبل شوي انه يعني القرب من آآ نهاية الموضوع الا اولى السايكل في الحياة يعني دورة حياة آآ قاتمة رح تخلص وتبلش عندك دورة حياة جديدة. فيه اشياء برج السرطان من الفترة الجاي او اوريدي عاشها اللي هي اختلاف آآ كبير في ما اظن انه كان في عنده ركود يعني فيه كانت تغييرات في الامور آآ آآ عم بتكون آآ مخاوفك كل ياتا عم تتأكد انها هي مجرد مخاوف آآ رح يعني آآ تروح لطريق الحقائق والواقع رح تكون كل الامور واضحة قدامك آآ رح تستغل الفرص اللي كنت في اول الفترة عم بتضيعها عم تستغلها كلياتها هاي الفترة شايفتك شوي آآ مع المادة عم بتحافظ كتير على الفلوس اللي معك واكنه آآ يعني محضر حالك لفترة صعبة او ما بعرف ليش بس شايفيتك ماسك شوي ايدك هاي الفترة آآ يعني صح عم بتبعزق على امور آآ يعني لبس وكزا وهات بس آآ بالامور آآ المبالغ الكبيرة لأ عم بتحس عم بحسك عم بتجمد عم آآ بتحوش لموضوع كبير لمشروع كبير آآ ممكن يكون للزواج ممكن يكون للارتباط لهدول الناس فشايف الامور العاطفية رايحة للطريق الصحيح رايحة ولكن آآ بتدرج بآآ شوية صبر آآ خلينا نشوف الوريكلز لبرج الصراطان نصيحة شو بتقولهم هاي الفترة عم بحس يعني اغلب الابراج عندهم صعوبات هاي الفترة ما بعرف ليش ولكن رايحة للأفضل يعني هي فترة بنصبر شوي عليها وبعدين كل الامور تستقر شو بتقولك النصيحة شايفيتك عم آآ زي ما قلنا في الكروت بيقولك آآ كيف جوينج فورورد يعني الطريق اللي انت ماشي فيه كمل فيه بطريق مستقيم آآ مع انه في ناس راح تكون آآ ضدك في آآ امور يعني يعني امور تانية راح تكون ضدك مش بس اشخاص ممكن تكون آآ ظروف ممكن تكون تحديات ولكن بيقولك خليك على نفس الطريق وراح توصل فيه افق وبعيدة يعني في آآ يعني الافق راح توصل لابعد نقطة يعني ممكن تتخيلها فخلينا نكون متفقلين هاي الفترة يا برج السرطان ونطول بالنا برج السرطان هيك دايما بيفكر بالمثالية بالآآ انه يكون نمبر ون انه فبدنا شوي نص برعة بما نوصل لهاي المرحلة لانا راح نوصلها راح نوصلها بحكي عن حالي كاني برج السرطان آآ هون بشوفك عم بيزيد الوعي عندك زي ما قلنا قبل شوي حقائق آآ شغلات غير هيك آآ آآ عم بيزيد وعيك عم بتزيد الحكمة عندك آآ في اشخاص كنت يعني آآ تعطيهم حجم كبير الآن عم بتحجمهم في عندك كان مخاوف الآن عم بتزول آآ فالوعي عندك آآ كبر او حتى في بعضكم عم يشتغل على آآ عم يشتغل على موضوع الروحانيات آآ عم بيشوفوا بالمستقبل بيشتغل في هذا المجال بهذا الفيلد آآ او هو بيسعى بالمستقبل انه يشتغل في هذا الموضوع او قريدي هو عنده شي سنتر يمكن للريكي للآآ مثل هاي الامور لليوغا آآ عم بيحلم يمكن البعض منكم انه يوصل لهيك